لوالد بلغ الستين من العمر ولم يصلي ولم يصم إلى هذا اليوم وهو بصحة جيدة وذو علم كثير يستطيع به أن يجادل من يشاء من أهل العلم ونحن في قرية فيها مسجد كبير قريب من دارنا جدا ومع ذلك فلم يستفد من علمه شيئا حيث أن القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة كلها تنص على أن مثل هذا الإنسان ذو حظ عاكر ترام العمل وأنا ابنه في العشرين من عمري ومنذ سنوات وبشتى الطرق حاولت إقناعه لأن الناس في القرية يريدونه في المسجد ليصلي معهم أو بهم لكنه يتغافل ويتكاسل عن أداء هذا الحق الإلهي ويردد قائلا إن أكثر المصلين هذا الزمان فجار ومنافقون والآن يقول لبعض الرجال إذا مات أبوك فمن سيغسله ويصلي عليه وهو على هذه الحال أرشدوني إلى ما يجب علي نحو والدي هذا وما الحكم فيه إن مات على هذه الحالة هذا المذكور الذي عنده علم ولكنه لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل بأحكام الدين هذا ظال والعياب بالله وظلاله بين إذا كان لا يصلي يترك الصلاة متعمدا ترك الصلاة متعمدا كفر على الصحيح ولو لم يجحد وجوبها أما إذا كان يجحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين الحاصل أن هذا الذي ذكر السائل أنه لا يصلي ولا يصوم هذا كافر إن كان يجحد وجوب الصلاة ويرى عنها غير واجبة فهذا كفره لا شك فيه وإن كان مقررا بوجوبها لكنه يتركها تكاسلا فهذا على خلاف بين العلم والصحيح القول بكفره ولكن واجبك أيها الإبن أن تناصحه وأن لا تيأس من هدايته لعل الله أن يهديه على يديك فكرر النصيحة معه ولعل الله أن يهديه فإن رأيت منه إصرارا على حالته وعدم تقبل للنصيحة فعليك أن تفارقه وأن تعتزله ولا مانع أن تحسن إليه في ما يحتاجه من النفق والإحسان الدنيوي بل يجب عليك أن تحسن إليه والصلاة معه لكن لا تجلس معه ولا تساكنه إلا إن احتاج إليك مع المناصحة والإلحاح عليه لعل الله أن يهديه ما قضية إذا مات على هذه الحالة ما هو كافر ولا ياذ الله فالمسلم لا يتولى الكافر وإنما يتولاه أقاربه الكفار قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما رضب الله عليهم ويتولاه أقاربه الكفار إن كان له أقارب من الكفار وإذا لم يكن له أقارب من الكفار فإنه يدفن بعيدا عن مقبرة المسلمين يوارى بالتراب ولا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن بثيابه في مدفن معتزل عن مقبرة المسلمين من باب المواراة لجثته لأن لا يتأذى بها الناس وإن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى قتلى بدر في القليل فيجب أن يوارى ولا يكون هذا في مقابر المسلمين جزاكم الله خيرا